بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله من نعم الإسلام العظيم علينا أنه حرم الانتحار تحريما شديدا حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام توعد كل من يفكر بالانتحار فيقتل نفسه سوف يكون خالدا في نار جهنم يعذب بالطريقة ذاتها التي قتل فيها نفسه ولكن هذه التعاليم القوية غير موجودة لدى الملحدين دعوني أتأمل معكم إحصائيات الأمم المتحدة ماذا تقول ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام تقرير الأمم المتحدة يعتبر صادما لكل من يطلع عليه حيث يؤكد الخبراء أن 800 ألف شخص ينتحرون كل عام على مستوى العالم معظمهم في الدول المتقدمة والغنية والسؤال ما الذي يدفع الناس وبخاصة الشباب من الذكور لاتخاذ قرار التخلص من الحياة إن هذه المشكلة ليست مادية ولا مرضية ولا وراثية بل هي مشكلة عقيدة فالإنسان عندما يفقد الأمل من الله تعالى وليس لديه اعتقاد في الآخرة تتكالب عليه الهموم واليأس والإحباط والنتيجة أننا نجد على مستوى العالم محاولة انتحار كل أربعين ثانية حسب إحصائيات الأمم المتحدة الله تبارك وتعالى يقول ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق